قبل بدء حرب الخليج الثانية بمدة قصيرة يقال إن موظفي البيت الأبيض كانوا يطلبون حوالي 125 بيتزا يومياً وعندما خرجت علاقة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مع المتدربة مونيكا لوينسكي إلى العلن عام 1998 تم توصيل طلبات بيتزا إلى البيت الأبيض بقيمة 2600 دولار خلال ثلاثة أيام فقط مقارنة بحوالي 550 دولار في ثلاثة أيام عادية وتم طلب بيتزا بنحو 9000 دولار إلى الكابيتل هيل والآن لاحظ المراقبون في الأيام الماضية الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في طلبات البيتزا ليلاً من قبل موظفي المكاتب الحكومية في البيت الأبيض والفنتاجون ومقار الاستخبارات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن وذلك تزامناً مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بسبب الضربة الإيرانية الانتقامية المرتقبة على إسرائيل فما علاقة مبيعات البيتزا بالحروب والأحداث السياسية والعسكرية الوشيكة في العالم والشرق الأوسط؟ في التسعينيات لاحظ فرانك ميكس الذي كان يمتلك 60 متجراً لبيتزا دومينوس في العاصمة واشنطن أنه قبل 72 ساعة فقط من الإعلان عن حدث سياسي كبير كانت عمليات توصيل البيتزا ترتفع بشكل مفرط ومنذ ذلك الحين أصبح مؤشر البيتزا موطوقاً به إلى حد كبير على الرغم من أنهم قياس غير علمي ويستخدموا بعض الناس للسخرية والترفيه حتى أنه يقال أن المخابرات السوفيتية قامت خلال الحرب الباردة بتعقب عمليات توصيل البيتزا المفرطة إلى موظفي الاستخبارات الأمريكية CIA كمقياس على مدى اليقظة في مواجهات الأزمات العالمية المحتملة مايكل وينفل خبير الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي وصف مؤشر البيتزا في كتابه الاستخبارات بأحد أهم أسرار السياسة متابعو هذا المؤشر يقولون أنه عندما يعمل موظفون مكاتب الحكومية الحساسة في البنتاجون بشكل متواصل دون فترات استراحة ولساعات أطول فإنهم يلجأون إلى طلب البيتزا من المطاعم القريبة وهذا يدل على انشغالهم الشديد بأحداث سياسية أو عسكرية هامة قد تحدث قريباً فهل يدل ارتفاع مؤشر البيتزا الآن على قرب ضربة إيران لإسرائيل فعلاً؟ ترجمة نانسي قنقر